اشتركوا في القناة 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 هذا المرض الخطير الذي كانت تكلم عنه ديما كثير من الأحباب يشخصون أنه كثير من الناس عفوا أنه وصلت بالحالة حتى ولا كيتسرع ولا كيطيح أو لكي يبشي مثلا عن شي واحد اللي يقول لي عندك واحد الجن أو عندك كذا أو عندك كذا فتوقع في مشكلة الوهم وهذا هو أخطر من أخطر الأمرات لأن الوهم صعيب للإنسان لتعالجه فحضاري أحبابي الكرام أنك تبشي عند شي إنسان حاول تقلب على العلاج المشكل تحاول تقلب على العلاج المشكل لديك ما تفكرش أنا أنا خرج من المس ما تفكرش حيث ما كانش في المس أصلا لأن المس عنده علامات وعنده أعراض والأعراض دي البومزوي كتشابه تشابها صحيحا مع أعراض دي المس طلب الله سبحانه وتعالى يشافي الجميع ويبعد مننا إن شاء الله البلاو الباس ويبعد مننا إن شاء الله الأمراض كاملة مسألة أخرى أحبابي الكرام هو الإنسان دائما يبعد على الماكلة ويبعد على الماكلة اللي هي مشكوك فيها ويبعد على الماكلة اللي هي كالضر والله سبحانه وتعالى غدا يوفقنا لخير وكل شي إن شاء الله غدا يتعالج وكل شي إن شاء الله عيد شافع قلنا إن شاء الله في مرتبة الأخرى هو العلاج تكون عندنا بالأعشاب الخلطة الأعشاب إن شاء الله غدا تلقاوها في صندوق الوصف يعني اللي يبغى يسايفها الراسه مرحبا ولي بغى هو يجد من المركز مرحبا المهم هو أنا إن شاء الله نكون سبب في العلاج لكم وسبب إن شاء الله في تخفيف الأثر وتخفيف المرض عليكم بإذن الله عز وجل وكن حبكم في الله